اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناة اسماك الزينة طبعا الحلقة دي بتحتوي على بعض المعلومات الصادمة لاغلب محبين سمكة الفايتر طبعا بعتذر الاول عن الفيديو عشان هيبقى طويل شوية ان هو يتضمن معلومات فعلا كتير مننا ممكن يسمع عنها او ممكن يكون ارى عن سمكة الفايتر طبعا كلنا مرينا بتجارب نكحة مع سمكة الفايتر وايضا مرينا بتجارب فاشلة مع سمكة الفايتر التجارب النكحة بنعتبرها ان انت سمكة عاشت عندك وقت كويس جدا وعرفت ونجحت فيه التفريق بتاعها وبالنسبة للتجارب الفاشلة اللي احنا بنقولها ان ان سمكة ما عادتش معانا لغير شهر وشهرين وممكن اربعة وست شهور السمكة بتتعب وبتموت مننا هنا نرجع بقى نتكلم على عنوان الحلقة اللي هو الصدمات اللي احنا هنتفاجئ بيها في تربية سمكة الفايتر الصدمة الاولى هي عمر السمكة داخل الاحواض هل تعلم ان سمكة الفايتر عمرها الافتراضي داخل احواض التربية بيتروح من سنة الى اربع سنوات من سنة الى اربع سنوات يعني بنقول ان هي من الاسماكة الغير معمرة باخل احواض التربية طبعا كتير مننا ممكن يكون يقول ان السمكة عاشت عندي سنة وسنتين وهلاق انتقادات كتير جدا في اللي انا الجملة اللي انا قلتها دي طب انا هقول لكم بالدليل ليه السمكة عندنا فعلا ما بيعش فترات طويلة وتسعين في المية من الناس اللي ربت سمكة الفايتر ماتت عندهم بعد ست شهور ما كملتش حتى السنة كاملة طبعا في الاساس وانت بتشتري السمكة لازم تكون مكتملة النمو ولازم تكون الوانها زاهية لك ان تعرف جيدا من نمو السمكة عشان يصل الى الحجم المثال اللي انت تشتريه فيها بيكون معدي الخمس شهور يعني لو عمر الافتراضي بتاع السمكة ثلاث سنين فانحنا بنقول انت بتشتريها عند عمر الخمس ست شهور يعني احنا كده وصلنا لأقصى عمر افتراضي للسمكة باخل الأحواض هيكون سنتين ونص سنتين وست شهور سنتين وثمان شهور يعني وانت بتشتريها هيكون تلت عمرها يكون بدأ في العبد التنازلي بتاعها طيب احنا عايزين بقى نوصل السمكة بتاعتنا توصل لأكبر فترة ممكنة داخل الأحواض ونعتبرها مع بعض اللي هي تلت سنين تلت سنين كافيين جدا ان انت تتمتع بالسمكة وتتمتع بالتفريغ بتاع السمكة وتبقى متعايش معاها ان السمكة جميلة جدا في التربية طب احنا بقى نوصل للتلت سنين او تلت سنين ونص دول ازاي مع سمكة الفايتر قدوا بالكم المعلومة الاخيرة اللي انا بقولها دي عشان دي بقى اللي هنبني عليها صدمات متتالية على السمكة دي المعلومة الاخيرة انا بقول لكم نركز فيها ونحفاظها هي ازاي نوصل السمكة لمدة تلت سنين او تلت سنين ونص تكون عايشة بصحة وبالوان زهية وما يتصبهاش اي نوع من الامراض وبالعكس تبدأ في عملية تفريغ الاسماك واقتناء الوان متميزة منها تعالى بقى كده ندخل على الصدمة بتانية بالراحة كده عشان نبدأ نفهم السمكة دي بتعيش ازاي والطبيعة بتاعتها ازاي اول حاجة ودي بقى المعلومة الخطأ اللي كل الناس متعودة ان هي تشتري السمكة وتعاملها ان هي سمكة هتعيش في ربع كباية مية عزيزي المربي الاسماك عزيزي محب الاسماك السمكة حضرتك عشان تعيش في ربع كباية مية انت كده بتقولها انت هتموتي في خلال شهر او شهرين او تلاتة طبعا كل التجار وكل الناس اللي بتبيع سمكة الفيطر بيعتبروها ان هي سمكة هوائية يعني سمكة بتتنفس وبتاخد الاكسجين من خارج المية بتاخده من على سطح المية وتاخده وتنزل وتعوم الناس كلها معتقدة ان هي كده خلاص ملهاش اي مطلبات في الحياة او في المعيشة الا ان هي تطلع تاخد النفس بتاعها وتنزل تعيش في الربع كوب المية احب اقولك بقى ان السمكة دي حضرتك عشان تعيش وتكمل التلات سنين وتصل للتلات سنين ونص يعني محتاجة لا يكل عن حوض تلاتين لتر مية يعني ايه حض تلاتين لتر مية يعني حوض مقاسه خمسة واربعين سنتين ارتفاعه هنتكلم هنقول مش هيبقى ارتفاع كبير عشان السمكة ما تعملش مجهود وهي بتاخد الاكسجين وبتنزل تسبح في التلاتين لتر مية هنقول لو احنا العرض بتاعنا خمسة واربعين ويبقى زيهم تلاتين ارتفاعنا يبقى رائع جدا عشان حركة السمكة جوه المية يبقى الصدمة التانية بتاعتنا ممنوع ان انت حضرتك هتربي سمكة الفايتر في دورة او في كاس او في كوب مية ماتت وليه الوانها باتت وليه الزعانف بتاعتها بدأت تتاكل وليه بقى فيه سحابة على العين بيه نقطة مهمة جدا الكل بيغفل ان المية اللي السمكة بتعيش فيها دي ليها متطلبات عشان ما يبقاش فيها نسبة تلوث عالية بالتالي اي بكتيريا او فيروسات بتصيب المية بتأثر على جسم السمكة الخارجي مناش دعوا دلوقتي بالأكسجين احنا بنتكلم السمكة ليه بقى بتموت بسرعة بتموت عشان المية ما فيهاش اكسجين او ما فيهاش تهوية او ما فيهاش مضخط هوا بتقلب المية من جوه بحيس ان يبقى المية ما يتكونش فيها فيروسات او بكتيريا تتنقل للسمكة نقطة تانية ان لازم تقرف ان السمكة دي بتعيش عند درجة حرارة ستة وعشرين سبعة وعشرين تمانية وعشرين درجات سبتة يعني ما ينفعش تنزل بالليل لتنين وعشرين وعشرين وتقوم طلع الصبحية لستة وعشرين سبعة وعشرين خدوا لكم كل دي صدمات هنتفاجئ فيها بتربية سمكة الفايتر طب هتنزل ازاي واحد وعشرين وتطلع ستة وعشرين حضرتك انت طالما حاطت في دورة يبقى حطوا جوه الشقة جوه الغرفة يبقى فيه مكيف شغال المكيف شغال ده حضرتك بيبرد المية الصبحية ممكن تكون انت خارج برد البيت قافل المكيف درجة الحرارة تعلى قوي السمكة تلاقي الوانها بها تلاقي السحابة البيضة تكونت على عبسة العين تلاقي الزعانف كلها حصل فيها تآكل ونبدأ دورة علاج للسمكة اللي فيه في النهاية قد ممكن تنجح وممكن تفشل عشان كده احنا بنقول نتجنب ان احنا نحط سمكتنا جوه دورة هنحطها في حوض خمسة واربعين هيبقى فيه هيتر ده مناسب جدا خمسة وعشرين واط هيبقى فيه ايه فلتر اسفنجي بيولج اللي هو اصغر حاجة ونبخت هواقها كون صغيرة بحيث ان هي تعمل تأليف فقط للميا ليه احنا قلنا فلتر اسفنجي او اللي هو اصغر حجمه واصغر مقاس عشان ده هيتكون عليه البكتيريا النفعة اللي هي هتجعل مياه الحوض عندك حضرتك كريستالية والتالي هتستمتع بتربيت السمكة بدون اي مشاكل بدون عقارة وبدون تغيير كتير للميا وبدون اي مشاكل صحية ترجع للسمكة يبقى دي كده احنا عندنا اتنين صدمات خدناهم في السمكة عنف جدا يعني الصدمة الاولى عنيفة جدا لها عمرها وانت بتشتريها بيكون تلت العمر بتاعها انتهى والصدمة التانية اما الناس كلها بتبيعي السمكة دي في كأس وفي دورة وفي كوب وبتقولك بتعيش من غير اكسجين طب ندخل بقى على الصدمة التالتة بقى اللي هي بنقول فيها ان درجة الحرارة بتاعتنا اللي انا قلتها من شوية هي 26 27 و28 درجة الحرارة دي حضرتك هي بتخلي سمكة الفايتر بترفع المناعة بتاعتها وبالتالي رفع المناعة بيقل الاصابة السمكة باي نوع من الفيروسات او اي نوع من البكتيريا والدليل على كده حضرتك ان السمكة دي لما تجد تحصل عملية تزاوج بين الانسة والزاكر لازم تكون درجة حرارة المية عند 28 28 دي حضرتك او 27 ده بيرفع حيوية ونشاط السمكة وبالتالي بتنجذب للتزاوج ويبدأ الزاكر يعمل الفقعات اللي منجوزة في الفيديو اللي قدامكو دايت وتبدأ الانسة يبقى جواها البيض وتبدأ عملية العصر وتبدأ عملية التزاوج عشان كده احنا قلنا رفع مناعة السمكة هي بدرجة الحرارة العالية طبعا دا مش هيحصل ده غير في الحوض اللي انا قلته في الصدمة التانية اللي هو حوض 40 45 سمتي يعني احنا بنتكلم 30 35 رد من 100 تعالى بقى اقولك على الصدمة الرابعة سريعا كده بسرعة من كتر الصدمات كده وهي تغذية السمكة المفاجأة حضرتك ان السمكة دي من اكلة اللحوم يعني سمكة بتأكل لحوم بمعنى ان هي ما بتاكلش الحبوب ولا بتاكل الكشريات اللي هي بتباع جهزة دي في كياس ويقولك ايه دي من السمكة بيه حبتين في اليوم او 3 حبوب او 10 في اليوم او 20 في اليوم ايا كان وطفر السمكة حضرتك اكلت اللحوم يعني هتحتاج تاكل دود الدم وانا عامل حلقة عن الدود دوت موجودة عندي على القناة والبديل لو هي مش موجود دود الدم ده لو مش موجود كتير في الدول العربية البديل بتاعه هيكون الارتميا الحية وانا برضو عامل الحلقة عن تجهيز الارتميا ازاي بتجهزها عشان تأكل بيها الاسماك ليه احنا بنقول دود حي وليه الارتميا عشان هي البروتين الحيواني المكتمل ان السمكة بتتغزى في الاساس عليهم والدليل على كده لما بيحصل تفريغ للسمكة دي لازم بتاكل ارتميا اول 15-20 يوم وممكن تعدي الشهر تبدأ كل يوم تأكلها ارتميا من دون الارتميا الصغار اللي بتطلع من البيضة مش هتعيش غير بعد 3 يام ورابع يوم بتبدأ كلها تموت المحترفين في الاسماك فعلا بيعتمد على الارتميا ولو انت دخلت على اي فيديوهات اجنبية في تربية الفايتر البيتافيش هتدخل على البيتافيش وتعرف التغذية بتاعتها وتتفاجئ ان هي فعلا ما بتاكل شيء لغير الددان الحية والارتميا الحية ده كده نسبة البروتين العالية طبعا ممكن تدخل معاها بعض البروتين النباتي زي مثلا اوراق الخفيفة من الخص قلب مثلا الخصايا يكون مهروس كويس جدا ويأكلوه ممكن البسلة من غير قشر مسلوء او بيأكلوها لكن الاعتماد الاول والاخير هي اللحوم اكلت اللحوم اكلت اللحوم يعني دود ويعني ارتميا واي يعني زي ما بنقول حشرات صغيرة هي بتاكلها لو انت مش متوفر عندك تغذية الحية للسمكة دي نصيحة مني ما تشتريهاش نهائي ان هي فعلا هتموت عند ست شهور والتمن شهور يعني بعد شهر ما انت ما بتشتريها او شهرين وفعلا مش هتكمل معاك واتتصب الامراض والوانها هتتغير اعرف كده ان اول لما لون السمكة يتغير يبقى ما عندها تأسوء في التغذية يعني السمكة هتموت منك في الاخر كده معلومة وصد وصد مربعة تأسوء تأسوء كتعتين صغيرين جوه الحوض عليها يعني اي شيء بينمو على النباتات هي بتتغذي عليه من غير ما احنا نكون مدركين هي بتاكل ايه لكن ممكن يكون في بعض البكتيريا بتتكون بعض التحالب بتتكون سبحان الله وهي بتعيش وبتكلها وتلاقي الوانها رائعة زي الفيميل والميل اللي قدام حضراتكم دولد في مرحلة تزاوج وتفرق شكل السمكة وزعنافة السمكة عاملة ازاي كل ده بحوض مكتمل النباتات الطبعية النباتات هتجيبها مش لازم تكون نباتات غالية فيه نباتات رخيصة جدا ان هي بنسميها اللو تيك مش الهاي تيك اللو تيك دي ما بتحتاجش لو غسانك سيد الكربون وبالتالي لازم زي ما نغيبتلكو الفيديو منفوق كده شايفين الكريستال الكريستال بتاع المية والشفافية المية عاملة ازاي شايفين كمية النباتات الموجودة بدون اي تعب او موجود فعامين بالتالي لازم يكون عندك ارضية في الحوض اتنين ملي من الزلط تنمو ويحصل تقاصر عنيف او غابة بنقول استوائية جوه الحب بتاعك عشان تناسب السمكة وحياة السمكة نفسها طبعا الصدمة دي معناها اي ان انت لو انت ما عندكش دراية بزراعة الاحواض النباتية والضوء المناسب للنباتات انصحك برضو ما تشتريش السمكة وانصحك برضو ما تجيبش السمكة ان هي في الاخر مش هتكمل معاك الثلاث سنين ونص او الاربع سنين حض اقصى اللي هي الصدمة الاولى اللي قلناها عشان كده قلتلكم نحفظ الصدمة الاولى اللي هتوصلنا للصدمة الاخيرة بحلها يبقى احنا كده لخصنا الحلقة بتاعتنا وبعتذر ان هي كانت حلقة طويرة فخمس صدمات متتالية منها ان السمكة لازم تعيش وحوض السمكة لازم يكون لها تغذية خاصة ان السمكة لها درجة حرارة خاصة ان السمكة لازم يكون الحب بتاحها موجود في نباتات عالية تكسافة نباتات تكون مناسبة لنوع السمكة كل ده هيدخلنا ان سمكة الفايتر لازم تكون متوفر عندها كل اللي انا قلته ده عشان تعيش معاك فترة الثلاث سنين ونص او الاربع سنوات اللي احنا قلناه لا تنسى اهمية وابع اللوز المجفف ورقة اللوز المكفف باخل الحوض التربية فعلا اشكركم للسماع وتكملة الفيديو اتمنى كلكم تكونوا وصلتم معايا لنهاية النقطة او الصدمة الخامسة واتمنى من الجميع التوفيق بنتظر منكم الاسئلة وبنتظر منكم كل ما هو خاص بتربية الاسماك الزينة واشكركم شكر خاص والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته